السلام عليكم. بالنسبة اه للناس اللي بتحب الصيف. احابب اقول لكم الرسالة. ربنا يبتليكم بحد يقعد جنبكم في المترو عامل يدو كده. عشان تحبوا الصيف اولا. ساعتها هتعرفوا امت الشتة. اما بالنسبة للناس اللي بيحبوا الشتة فربنا يبتليكم بحد في اشارة روكسي حضن البيت اللي جنبه المجرد انه بيدفيها. مدال تلزيق برضو ساعتها. هنا تلزيق وهنا تلزيق. هتسألني طب انت بتحب ايه اولاك بحب الربيع عادي. اه بالنسبة برضو الموضوع الشتة. فانا حابب بوجه رسالة للشباب والبنات اللي بيدفوا بعض في الشتة. حضرتك السحلة ما اخترعوش عشان اه ندهن بالحطان. السحلة باخترعوها عشان نشربوا يدفين عادي. والبطاطين برضو للحيفة كلها اختراعات عشان تدفين عادي. مش حضن حسام حضرتك هو اللي هيدفيك يعني. حضن مش دفها تلت شمعات حضرتك. فمش حضن هو اللي هيدفيك. وطبعا هتقولي لي حضن حسام في حنان. لأ حضن حنان احلى من حضن حسام على فكرة وهتدفيك اكتر يعني. النقطة معي وهي اه حضرتك لما بتكون ايدك سعانة. اه حسام ليه بيمفخ لك في ايدك مش فاهم. هو انت دخلت الدربي المدرس هيدرابك بالعصية فانت بتسخني عشان ما تحسيش بحاجة. يعني فيه اختراع اسمه جوانتي بنلبسه وكده بيدفل ايد حضرتك. فانت ممكن تلبسيه او تعادي في البيت مش لازم تنزلي مع احسام ما تعادي في البيت تتغطي في الشتاء وبينزلي معاه في اي في الخريف ولا في الربيع ولا في اي فصل من الفصول. ما حبكتش تنزله في الشتاء. شكرا وربنا احفازكو. واسابكم الله.